السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتنا لجميع المشتركين والمتابعين طبعا قبل لا أبدأ بهذا الفيديو أطلبونكم الدعم للقناة لايك سبسكرايب والمشاركة بالقناة طبعا هذا يسعدني دائما أنه أشوف مشتركيني جاي يصعدون بشكل يومي حتى يستفادون أكثر وحتى أنا يصير لوحس أن أزل لكم مثل هاتف فيديوات طبعا اليوم عندنا تحليل اليوريا طريقة عمل تحليل اليوريا ما راح أدخل بالتفاصيل مولي اليوريا ومنين تخرجون هذا التحليل هو أحد وظائف الكتني فاكشن أحد وظائف الكليه اللي راح نشوفه من خلال هذه الطريقة طبعا الشركة موفرة لنا هذا الكتن طريقة العمل مثل ما جاي تلاحظون بالشرح هاي مثل ما جاي تشوفون أمامكم هاي الشركة لينيار الأسبانية وضحها أمامكم آني هذا رياجنت 1 رياجنت 2 خليهم على صفحة ذر ما جاي تشوفون بالإضافة للستاندر الموجود بالشركة طبعا ما راح أشتغل الستاندر ليناني اشتغلته قبل يوم وهي الأدوات التجربة اللي راح أشتغل بيها مثل ما جاي تلاح وراح نشتغل هاي الطريقة طبعا حضر تيوبين أرجع أقول انه الستاندر ما راح أشتغله لاناني مشتغله راح أشتغل هذا السيرم البايشنت اللي راوت كمية راح أشتغل فقط البلانك والتست طبعا نضف الأديوبات حتى أكون تكون طريقة العمل بشكل دقيق مثل ما جاي تلاحظه هذا الأديوب الأول والأديوب الثاني ناخذ واحد مض من أروان مثل ما جاي تشوفون هذا الواحد مض من أروان هذا الأروان حتى تشوفو زين معلم علي أروان نفتح الريجنت مالدنا ونضيف أروان راح نبدأ نسحب لاحظ على طريقة السحب طريقة السحب لازم تكون بشكل دقيق هذا الواحد مض نمسحه حتى تكون الإضافة بشكل دقيق حتى إضافتنا تكون دقيقة جدا حتى يطلع التحليل دقيق نخليها باليتيوب الأولى هذا راح يصير البلانك اللي راح نصفر عليه اللي راح دائما نصفر عليه إحنا ليش نصفر على البلانك السؤال يجينا سؤال ليش نصفر على البلانك أصفر على البلانك لأن أطرح المعامل اللوني مال المحلول طبعا راح نضيف أضافة واحد مول أيضا ثاني باليتيوب الثاني شوفوا الأضافة أتأكد منهم أنه ماكو بابولز أو فاتشي والأضافة تكون دقيقة وتركز بالشغل ما لليوري طبعا هاي الأضافة الثانية أمامكم جاي تلاحظون جاي يضيف الأضافة الثانية أتمنى من المشتركين اللي جاي يتابعوني طبعا عبره الألف أن يشاركون هذا المشهور حتى يتعلمون المبتدين هذا العشرة مايكرون راح نضيفه للتيوب الأول فقط لأن البلانك بدون أي إضافة المادة بدون أي إضافة راح نضيفه بالتيوب الأول فقط ويسمى هذا التست هذا السيرام البيشينت اللي يعدي هاي الأضافة العشرة مايكرون حتى تكون أضافة دقيقة والتحليل يدخل نظيف لأننا أتعامل مع محاليل دقيقة هذا العشرة مايكرون جاي أشوفكم إياها طبعا نبزحها الجوانب منتها ونبدأ نضيف ونسوي ميكس حتى نأخذ هاي الأضافتين نسوي ميكس ونأخذ هاي الأضافتين نسوي ميكس في الواتر باث درجة حرارة 37 مثل ما جاي تلاحظون نسوي ميكس نسوي ميكس نسوي ميكس نسوي ميكس نسوي ميكس نسوي ميكس الثاني أيضا واحد مل نسوي ميكس هاي تلاحظون أمامكم هاي نسوي ميكس نسوي ميكس نسوي ميكس هذا واحد نمض اليتيوب نبدأ نمسحها التبس نمسحها حتى يشوف نسوي ميكس راح يبدئ المعامل اللوني يطلع عندنا والتفاعل راح يبدي راح يبدي يتغير اللون طبعا هاي الأضافة الثانية جاي تلاحظون المعامل اللوني شون يتغير نسوي ميكس نضيف اليتيوب الثاني أيضا ننتظر خمس دقائق بلواتر باث درجة حرارة 37 هذه الأضافة الثانية نفس ما جايش شوفون نبسحل تيوب نضيف الأضافة حتى نكون دقيقين بعملنا طبعا كل طلاب التحليلات المرضية اللي خصوصا هاي السنة اللي فاتهم العملي يقدرون يدخلون القناة يكون بها شروحات العملي حتى يستفادون منها لأن الدوام منقطع هذه الفترة بسبب وباء كورونا فيروس طبعا هاي الإضافتين جايشوفونهن عدنا بلانك وعدنا التيست أموال ستاندر معاملة عاملة معاملة التيست يعني حالة حالة البيشينت اللي يجيني اللي يقيس له هو هذا الستاندر طبعا طول الموجي لتحليل البلاديوريا 600 أصفر الجهاز أجهزه هذا الجهاز كلمة كل جهاز إلى تصفيره خاصة كملت هالساعدنا الخمس دقائق الأخرى مجموع انتظار التحليل هذا كله عشر دقائق جاي تلاحظون هذا التيست وهذا البلاديوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوريوري واخلي التيوب مالتي طبعا 0.091 هذا البلانك ابدي اسجل البلانك 0.091 هذا البلانك هسا نجي للتست هذا التست مثل ما جاء تلاحظون معامل اللوني مالتي هذا التست يريد طبعا اجانا للمختبر نرجع هسرا ندخل التست راح نقرأ 0.288 اول قراءة للجهاز ناخذ اول قراءة 288 صار عندنا البلانك صار عندنا تست معلومات كل هن هسا نجي للعملية الطرح اللوني ناخذ التست نقرأة نقرأة هذا التست نطرح من البلانك جاي تلاحظون 0.2 288 80 ناقص 0.0 90 هسا طرحنا المعامل اللوني راح تختلف نتيجة ديوري و يساوي هسا انا مجهز فاكتر خاص بيه اللي هو اعتقد 22.6 خليه تأكد من يمه نعم 22.6 نضربه في الفاكتر 22.6 هذا هو الفاكتر الى مليقرام 4.4 نضربها في 6 و يطلع عنا اليوري بالمليقرام اتمنى استفاديتوا من الفيديو والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته